تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات وحدة من أكثر مناطق العالم شباباً في الوقت الرهن الأمر الذي يشير إلى أهمية هذه الفئة في تركيبتها السكانية والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز الجهود التنموية وعملية صنع القرار فيها لذا فقد أولت الإمارات فئة الشباب جل اهتمامها ودعمت مشاركتهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء الدولة في المجالات كافة بعد أن رأينا الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتمكين الشباب نرى الآن المدراء العموم والوزراء يمكنون الشباب ليس فقط على التعليم المجاني ولكن على الدعم المعنوي الحقيقي من دولة الإمارات سواء بداية من الأسرة وانتهاء حتى بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وكل أفراد المجتمع الذين يؤمنون بأن دعم الشباب والاستثمار للشباب هو استثمار للمستقبل وقد حقق الشباب الإماراتي والذي تبلغ نسبتهم خمسين بالمئة من تعداد مواطني الدولة العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الأمر الذي يعكس مدى الدعم الذي تقدمه الإمارات لهذه الفئة من خلال إنشاء خمس مجالس وزارية للشباب إضافة إلى ثلاثين مجلس تابع للمؤسسات الحكومية الإماراتية أدى ذلك كله إلى إخراج أصغر وزيرة للشباب في العالم وأكثر من عشر وزراء تم اختيارهم من فئة الشباب إضافة إلى وجود عدد كبير من مدراء المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة يمثلون هذه الفئة اعتقادنا الراسخ بأن كل ما كنت تعمل في مجال يشهد تحولات سريعة وسريعة جدا كل ما وجب عليك أن تركز وتعتمد أكثر على عنصر الشباب لذلك نحن كان لدينا العديد من المبادرات مبادرات متعلقة بالشباب إن داخلياً يعني لموظفين والعملين في الشركة وأيضاً خارجياً السياسة العامة لدولة الإمارات إنما تقوم على الاستثمار في الإنسان بشكل عام وفي الشباب خصوصاً كونهم الثروة الأغلى والرافد الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة من خلال وضع سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة لتمكينهم وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية سواء من خلال الاهتمام بالتعليم ومخرجاته أو توفير البيئة الصحية للإبتكار والإبداع وغيرها عبدالله الزعبي قناة الغد دبي اشتركوا في القناة